فور إفراج الجهاز التنفيذي عن دفتر الشروط الخاص بالمركبات شرعت العديد من الماركات العالمية في ضبط أجندتها وتحضير لأخذ حصتها من السوق الجزائرية على غرار مجموعة جيل الصينية والتي هي كذلك صاحبة الشركة الأم لعلامة العريقة فولفو السويدية والتي دخلت بشكل رسمي في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لتجسيد شراكة فعلية وصرح المدير الأعمال السياسية بالصفارة الصين لدى الجزائر أن الصين مهتم جدا بتطوير التعاون في مجال صناعة الصيارات في الجزائر وحاليا هناك شركات صينية مهتمة بالتعاون مع الجزائر من أجل بيع وتصنيع الصيارات وهذا الأمر سيسمح بتنويع الصناع والاقتصادي للجزائر مثلا المجموعة العالمية الصينية جيلي مهتمة جدا بالقدوم إلى الجزائر لتجسيد شركات حقيقية ورابحة الرغبة الجزائرية في تطوير صناعة الصيارات بحليا وما لها من انتيازات وحصة سوقية مربحة حفز الشركة الشيكية المختصة في تصنيع الشاحنات والمركبات الثقيلة على تقديم خطط تصنيعية تستهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا وصرح كذلك رجال الأعمال تشيكيين أنهم فعلا دخلوا في مفاوضات مع الشركة الوطنية للمركبات الصناعية أزاد قالو لكم هاد رجال الأعمال تشيكيين أننا في جمهورية تشيك نمتلك تقليدا عريقا في صناعة الشاحنات خاصة الهياكل الخاصة ولدينا كذلك التكنولوجيا ونحن مستعدون لنقل الخبرة والتقنية تشيكية إلى الجزائر وتحصي حضيرة السيارات الجزائرية احتياجات تقدر بنحو نصف مليون مركبة سنويا ما يجعل المركات العالمية تتسابق لضفر بحصة منها سلام